المحلل الرياضي طال برلوب في تصريح صحفي لبرنامج سبوت قائلا الإسباني في سوسكاساس مدرب نهزوز ومهزوم لماذا الاتحاد العراقي دفع له ست ملايين دولار وبهذه الوضعية وهؤلاء اللاعبين لن يصعدوا إلى كأس آسيا وخروجهم من المجموعات أمر متوقع كما قالوا بعض المحللين الخليجيين أمثال ماجد الخليف وغيره من المحللين هذا واقع الكرة الحالية بوجود الإسباني في سوسكاساس على الجميع تقبل الأمر وعدم التهجم والشتم نادي ساربسبورغ النرويجي يعلن التعاقد مع العراقي مارشير ابن الواحد والعشرون عاما بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام ٢٠٢٦ المدرب الكروي عباس عبيد في تصريح صحفي لبرنامج هاتريك قائلا استمتع بمهارات اللاعب حسن عبد الكريم ويمد زملائه بتمريرات مؤثرة في ملعب الخاص الجهاز الفني لمنتخب العراق إذا منحوا الفرصة لحسن عبد الكريم في كأس آسيا سيصبح نجما خارقا في البطولة القرية اللاعب الدولي السابق أحمد ناجد في تصريح صحفي لبرنامج صوت الملاعب قائلا زيدان إقبال لا يشبه أحد في المنتخب العراقي ويمتلك مواصفات لا يملكها إلا هو وأغلب اللاعبين في خط الوسط منتزين من الناحية الدفاعية فقط كأساس جرب العديد من اللاعبين في خط الوسط ومنهم اللاعب أحمد علي الذي سيكون له شأنا كبيرا مع المنتخب العراقي الحكم الدولي محمد طارق في حديث قائلا توجهت إلى المحاكم بسبب التشهير والتقدير لا يوجد هنالك مص قانوني من الاتحاد الدولي يمنع الوشم من الحكام التصريحات التي طالتني نالت مني كثيرا من الناحية النفسية والمعنوية تعرض والد المرحوم الحج طارق أحمد إلى المسبة والشتم والذي هو صاحب الفضل الكبير علي وقدم حياته وتضيحاته بالغالي والنفيس لكرة القدم العراقية قدمت تظلم في اتحاد كرة القدم بسبب هذه التصريحات الغير موزونة من قبل شخص يدير أهم مركب في كرة القدم قدمت شكوى في المحاكم العراقية بسبب التشهير والتسقيط الذي تعرضت إليه القانون هو الفيصل فيما بيننا رسميا اللاعبين عمر السومة ومحمود الموس خارج قائمة سوريا الأولية لكأس أسيا التي شهدت استدعاء مهاجم نفق نيسان علاء الدالي ولاعب الشرطة فهد اليوسف للتوضيح عدنان درجال غير مسؤول عن بناء الملاعب ولا من صلاحياته ذلك والخبر الذي يتم تناوله اتفاق عدنان درجال مع ريال مدريد لبناء ملعب مماثل لملعب ريال مدريد في بغداد كل ما يشاع هو عارن عن الصحة نتمنى ذلك لكن الحق يقال مشجعة إيرانية في تعليق حول اللاعب العراقي صفاء هادي حيث قالت المنتخب الإيراني بحاجة إلى لاعب وسط بمستوى صفاء هادي للفوز في كأس آسيا المقامة في قطر نتمنى من اللاعب العراقي صفاء هادي أن يوافق على الجنسية الإيرانية وإن يقبل بتمثيل المنتخب الإيراني لأن صفاء هادي لاعب جيد ونحن بحاجة إلى لاعب وسط بإمكانيات صفاء هادي المحلل والصحفي القطري ماجد الخليفي في تصريح صحفي لبرنامج المجلس قائلا أتوقع خروج المنتخب العراقي من الدور السادس عشر لبطولة كأس آسيا أمام المنتخب الكوري الجنوبي رئيس لجنة الحكام نجاح رحم في تصريح صحفي لموقع العراق قائلا أوقفنا الحكم الدولي محمد طارق عن التحكيم ونصحناه بإزالة الوشن ولم يستجيب لتوجيهاتنا الآن هو موقوف عن التحكيم ولن يعود إلا بإزالة الوشن أيضا قلنا بمحاسبة بسبب الفيديو الذي نشره بحسابه ضد المدرب أيوبا وديشو محمد طارق لن يقود مباريات الزراء مستقبلا بسبب طلب إدارة النادي المنطقي اتحاد الكرة يقرر في اجتماعه إصدار عفوا عام عن كل العقوبات التي صدرت من الاتحاد في وقت سابق ومن ظنها عقوبة حرمان لأي العاني لأي العاني سيعود زورائيا نادي أمانة بغداد يعلن تعاقده مع اللاعبين غوي به كوري من ساحل العاج وإرسنت ثيري من الكاميرون وعبد الله دودو من الميجر لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة من دوري نجوم العراق اللاعب العراقي علي الأحمادي بعدما نزل في الدقيقة 75 وسجل الهدف الخامس لوينبلدون في الدقيقة 89 تعرض للإصابة في الدقيقة 96 على مستوى الساقي وسقط فرضية الملعب وبعدها تم استداله مباشرا لأنه كان صعب عليه إكمال المباراة بسبب قوة الإصابة مما تم استداله بشكل اضطراري وبعدها صدر بيان رسمي من النادي بشأن حالة إصابة علي الأحمادي إصابة اللاعب علي الأحمادي مجرد كدمة بسيطة ولا تدعو للقلق بمجرد إراحة اللاعب يوم أو يومين يذكر أن اللاعب عاد واحتفل مع النادي بعد انتهاء المباراة بفوز نادي وينبلدون الإنكليزي بخماسية لا يوجد ما يعرقل التحاق علي الأحمادي بمعسكر منتخبا الوطني في دبي لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي وديا في السادس من يناير على الشامتين أن لا يفرحوا كثيرا لحمادي عادى وبشكل أقوى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال قدم طلبا إلى الاتحاد الدولي حيث كان الطلب يمص على أن جميع الحكام الذين يديرون بطولة آسيا في قطر سوف تكون بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يحق للاتحاد الأسيوي التلاعب في حكام المباريات ويضعون من يناسبهم لأن فوضى التحكيم أضر كثير العراق المنتخب العراقي الوحيد هو الذي دفع الثمن مقال اللجان التحكيمية المأجورة يشعر مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس بالقلق بسبب وضعية أحد اللاعبين المحترفين في أوروبا قبل إعلان قائمته النهائية المشاركة في كأس آسيا وأرسل كاساس القائمة الأولية للمنتخب العراقي إلى الاتحاد الأسيوي تمهيدا لاختيار القائمة النهائية قبل انطلاق كأس آسيا في قطر 2023 في 12 يناير كانون الثاني المقبل وقالت مصادر خاصة لموقع المستديرة الرياضية إن المدرب الإسباني خيسوس كاساس بعث برسالة للعب يوسف الأمين وأبلغه بضرورة اللعب لدقائق أكثر مع أينترخت براونشفايد الألماني في دوري الدرجة الثانية لا سيما في المباريات القليلة المتبقية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا إلى أن مدرب النادي لم يعطي اللعب العراقي يوسف الأمين دقائق لعد مما جعل الإسباني في حيرة كبيرة في مسألة إدراجه إلى القائمة الأولية للمنتخب العراقي وبين أن كاساس أبلغ الأمين بضرورة اللعب لدقائق أكثر أو ربما خسارة فرصة الاستدعاء ضن القائمة النهائية للمنتخب العراقي إذ سيضعه المدرب في مقارنة تعتمد تحليلات دقيقة خاصة أن مركز الأمين يتنافس معه دانيل السعيد وعلي جاسم وكذلك بشار رسن ونوه المصدر إلى أن المدرب الإسباني يعتمد في عمله كثيرا على الأرقام والإحصاءات وهي من تحدد أفضلية اللاعب على حساب لاعب آخر لافتا إلى أن الثلاثي دانيل السعيد وعلي جاسم وبشار رسن وضعهم جيد في أنديتهم وهذا ما يقلل من فرص استدعاء يوسف الأمين من قبل كاساس إلا إذا شارك في المباريات المقبلة وشارك الأمين في ستة مباريات فقط مع فريقه الألماني بينما لم يسجل أو يصنع أي هدف إلى غاية اليوم وصل اللاعب العراقي المحترف في صفوف براوينشفايل يوسف الأمين إلى مرحلة حاسمة بشأن مستقبله مع فريقه الألماني بعد أن كان قد انتقل إليه في صيف 2023 قادما من فينورد الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2025 وقالت وسائل إعلامية عراقية إن لاعب المنتخب العراقي يوسف الأمين يقيم في الوقت الحالي مستقبله مع براوينشفايل الألماني نتيجة عدم اللاعب لمدة ستة مباريات متتالية رغم أنه كان أحد أهم لاعب الفريق مع انطلاق الدوري ونواهت المصادر إلى أن يوسف الأمين ينتظر ما ستأول إليه الأمور في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث سيكون حينها مشغولاً على المنتخب العراقي في كأس أسيا في ظل تزايد الأنباء التي تتحدث عن رغبة فريقه في التعاقد مع جناح بمركزه وبينت المصادر أن الأمين أكد للمقربين منه رغبته في البقاء لكن في الوقت ذاته قد يرحل إن لم يجد الفرصة الكافية للعب كونه يهتم كثيراً بمشاركته مع المنتخب العراقي مشيرة إلى أن الأمين سبق أن تواصل مع مدرب المنتخب العراقي في سوس كاساس الذي أخبره بضرورة اللعب بشكل مستمر لكي يحظى بفرصة مع المنتخب العراقي يذكر أن الأمين مثل المنتخب العراقي الأول في مباراتي إندونيسيا وفتنان وسجل هدفه الأول في المواجهة الأولى يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي انتهت بفوز العراق بنتيجة خمسة أهداف لواحد ترجمة نانسي قنقر